من بغداد مراسل الغد محمد فاضل محمد ما الذي تمخضت عنه جلسة البرلمان حتى الآن يعني الجلسة عقدت قبل دقائق من الآن بعد أن أقنع رئيس البرلمان سيد محمد الحلبوسي رؤساء الكتل بضرورة عقد هذه الجلسة لأنه إن لم تعقد هذه الجلسة فستؤجل لأسبوعين قادمين فبالتالي هناك توافق أولي على أن تكون الدوائر الانتخابية هي دوائر وسطية أو متوسطة يعني أن تكون لكل أربع مقاعد دائرة انتخابية هذا الأمر طبعا سيكون مثال جدل أيضا داخل الجلسة لأن الحضور فقط 179 نائب لكنه نصاب مكتمل فبالتالي أكثر من النصف فبالتالي ربما سنشهد فعلا تصويت على الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات أو حتى على دوائر وسطية لقانون الانتخابات لكن طبعا بعد موافقة رؤساء الكتل هناك من ينتظر أو من دخل الجلسة لكنه ينتظر الموافقة من قبل رؤساء الكتل حول هذا الأمر بطبيعة الحال ستستمر هذه الجلسة ربما لأكثر من ساعة لمناقشة هذا الأمر وبالتالي ما الذي سيحدث ما الذي سيقر كل هذه الأمور مرهونة بتوافق الكتل السياسية وأيضا مرهونة بمدى مقبولية هذه الكتل حول شكل الدوائر الانتخابية الكل متفق على دوائر المتعددة لكن شكلها كيف سيكون سيكون وسطية أم أحادية على الأكثر هي الوسطية من ستغلب في مسألة التصويت على هذه الجلسة في هذا الوقت أيضا الآن هناك توافق ما بين بعض نواب كتلة الفتح وبعض النواب الآخرين على اعتماد الإحصاءات التي وردت من قبل وزارة التخطيط ومركز الإحصاء لعام 2010 حول عدد السكان في العراق وأيضا اعتماد البطاقة البيومترية في مسألة الانتخابات ما الذي يؤخر حصم مسألة الدوائر الانتخابية حتى الآن محمد؟ أبرز النقاط الخلافية أبرز النقاط الخلافية هو شكل الدائرة الواحدة يعني كيف ستكون هذه الدائرة؟ هل ستكون دائرة متعددة؟ يعني أنه كل مئة ألف شخص يكون لهم نائب ممثل في دائرة واحدة أم تكون دوائر متعددة؟ هذا هو جل الخلاف وأيضا الدائرة الواحدة كم مقاعد تتضمن؟ حتى الآن هناك توفق نسبي على أن تكون أربع مقاعد لكل دائرة انتخابية لكن هذا الأمر ربما سيقع معارضة أيضا من نواب بعض المحافظات منها محافظة بغداد التي تتمتع ب57 مقاعد أي أنها ربما تصل إلى 14 دائرة انتخابية ومحافظة كركوك هي العقدة الأكبر أو حجر العثرة الأكبر لأنها كما تعرفين هي خليط متنوع من العرب والكورد والسنة والشيعة والمسيح وإلى آخره منها والتركمان كل هذه الفئات تريد لها مقاعد فإذن ربما ستكون كركوك هي المعارق الأكبر إضافة إلى محافظة دياليا هناك أيضا الآن وصلني خبر أنه من الممكن أن تعقد الجلسة وأن لا يصوت على هذا المخترح وأن تبقى الجلسة مفتوحة هناك آراء كثيرة بانتظار ما ستقول إليه الأمور خلال الساعات المقبلة أو خلال الساعة المقبلة من الآن إذن مراسل الغد من بغداد محمد فاضل شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر